قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما وأكد مكتب نتنياهو في وقت سابق أنه أكد خلال الاتصال مع الرئيس الأمريكية على أن إسرائيل ستواصل الحرب على غزة حتى تحقيق جميع أهدافها كما وجه نتنياهو الشكرة على موقف واشنطن في مجلس الأمن أتابع للأمم المتحدة الذي استخدمته خلاله الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار